السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ابناء طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارة استابوك النموذجية الاهلية. النهاردة هنكمل الفصل الثامن وهناخد درس مقارنة الكسور. كيف اعرف الكسر الكبير من الكسر الصغير. تابع معا. طيب درس اليوم مقارنة الكسور صفحة خمسين عندك بالكتاب. طيب فكرة الدرس ان انا اقارن بين كسري وحدة. نشوف من الكسر الكبير والكسر الصغير. المفردات اكبر من واصغر من. تعال نشوف مع بعض. يلا مسألة اليوم او مراجعة سريعة. اضع دائرة حول الكسر الذي يساوي واحد. اعلنتك انا من شوية. نفس الفوق مثل تحتي يديني واحد يعيني عليك يا استاذ. اهو. يساوي واحد. اللي فوق مثل اللي تحت. ده ما يمدي. هذا ما يمدي. هذا يمدي ينفع هذا. اتنين. تقسيم اتنين. نفس العدد فوقه تحت. يساوي واحد. وايضا ستة على ستة يدين واحد. يبقى هذه هي الاجابة الصحيح. لغاية كده تمام. طيب. تعال نشوف مع بعض. مسألة اليوم. ايش تقول مسألة اليوم اكس معاك كده. بيقول. تشارك محمد وعليه في اكل فطيرة. قسمت الى اربع اقسام. يا سلام. حيث اكل كل منهما قطعتين. ما الكسر الذي يمثل ما اكلاه معا. شفت السؤال خبيس السؤال ده. يعني عند فطيرة. بالشكل ده. اتجسمت الاربع اقسام. كده نصين. كده اربع اقسام. اكل كل منهما قطعتين. يعني ده اكل اتنين. وده اكل اتنين. بص كده اهو. اتنين واتنين. يبقى هما الاتنين كلوا كام. يبقى كلوا الفطيرة كلها. يعني هما اكلوا اربعة من اربعة. يعني يساوي كام يساوي واحد. ويبغى الكسر يبقى اربعة على اربعة. طيب. نشوف درس اليوم. مقارنة القصور. طبعا نركز معايا اقارنة بين الكسر الكبير والكسر الصغير. انت اعرف اكبر واصغر. من خلال الرسم القدامك. عندك هنا نص وعندك ربع. طبعا الجزء هذا اكبر من هذا. يبقى نص اكبر من الربع. والربع كذلك اصغر من النص. طيب. يبقى لاقيه. زي مثلا نص ريال وربع ريال. النص اكبر من الربع اكيد طبعا. وهكذا. طيب. تعبنا نشوف مع بعض وحوط الكسر اكبر. عندي نص وعندي تلت. يا شفت الجزء الاخدر ده. هذا. وهذا. طبعا ده اكبر. يبقى النص هو الاكبر. ونكتب علامة اكبر بالشكل ده. طب ربع وطمن. طبعا الجزء هذا كبير معا هذا. يبقى اكبر. نحوط على الربع هكذا. ان هو يبقى هنا كسر ايه الاكبر. طيب واحد على عشرة واحد على تمانية. شفت شوف 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 شوف. واحد على تمانية اكبر طبعا. يبقى دي اصغر. يبقى واحد على عشرة اصغر من واحد على ثمانية. ونحوط على اكبر هكذا. ده تلت وده ربع واحد على ثلاثة واحد على اربعة. شفت حتى من الجسمة بعينيك. هذا اكبر. يبقى نحوط على الكبير ثلثة واحد على ثلاثة ونعمل كده. يبقى التلت أكبر من الربع طيب نشوف بعد كده هيحصل إيه نفس الكلام أكبر واضح نشوف مع بعض عندي هنا 8 و 6 طبعا من الرسمة هتلاقي أن 8 أصغر من الـ 6 8 و 1 على 12 إن التمن شفت القطع هذه والقطع هذه طبعا هنا أكبر النصيب هنا أكبر يبدأ 8 و 1 على 12 6 وربع طبعا لو لاحظت الجزء ده الجزء ده هتلاحظ أن الربع أكبر يبقى السدس أصغر من الربع طب الناس اللي مش بتعرف تسوي العلامة تعمل إيه بص يا سيدي الربع هو الكبير تحطه نقطتين جدام الربع والسدس هو الصغير تحطه نقطة في النص كده وتوصل هذه بهذه بس كده طبعا هنا نص وتلت من غير ما فكر النص أكبر من التلت حاجة تتوزع على شخصين غلة مواضحة على ثلاث أشخاص يبقى نص أكبر وهكذا طيب أستعمل الرسم لأقارن بين الكسرين المفوض ترسم طيب أنا أعلمك حاجة بينها نكمل مع بعض النص ارسم دقيرة كده واجسمها نصين وظل الجزء منها طبضا الربع كيف أرسم ربع ارسم دقيرة كده بيدك مثلا وجسمها أربع قطع بالشكل ده وظل الجزء ده يسير من الكبير طبعا الجزء ده يبقى النص أكبر يبقى هذا أكبر من الرق طب هنا تلت وتوم تلت يعني تلت ارسم دقيرة كده كبيرة جسمها بالش دائرة بالش دائرة كده كده الدائرة هتلاقيها صعبة معك صح؟ ارسم مربع يا سيد ارسم مستطيل مربع اهو مربع اهو جسمه ثلاث أجزاء اهو عشان في تلت وظل الجزء واحد طب التوم اهو يعمل كده جسمه تماني ارسم كنهم ربع مستطيل تجسمه تمانية واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وظل الجده هتلاقي ده أكبر يبقى التلت أكبر من التوم طيب نمسح دول ده ده وانت عايز ترسم ومش عارف ترسم طيب الخمسة وربع طبعا وانت بغمط من غير ما تفكر موضوع سهل وبسيط ادي يا سيد اول رسم قلناها اللي هي النص والربع تانية رسمة قلناها التلت والتمن رابع رسمة او الرسمة الأخيرة الخمس والربع لاحظ كده معي ادي يا سيد الخمس اهو واد الربع هتلاقي الرابع هو الأكبر يبقى إذن العلامة هتكون بالشكل ده طيب استعمل الرسم اللي يقارن بين الكسين واكتب اكتب اكتب اكبر او اصغر تعال نشوف ادي اسيد الربع واد طم من الكبير وانا مغمط شايف كده اهو ادي الربع واد طم طبعا دي اكبر يبقى نكتب علامة اكبر تعال هنا واحد على 12 واحد على 6 يان هراب يبقى واحد على 6 هو الكبير شايف الجزء ده اكبر من هذا كده دي الاكبر واحد على 6 طيب عندي هنا ربع وعندي هنا تلت بص كده معي اهو شوف معي من الكبير طبعا وانا مغمط التلت اكبر من الربع يبقى الاجابة هتكون كده بس كده يا بطل اجابات سهلة وبسيطة كلها طيب تعال كده معي نشوف مسألة التفكير عليا نشوف مين الطالب الذكي شرب علي ستس كوب العصير اها ستس يعني جزء من 6 دي علي علي شرب جزء ستس وشرب عيسى ربع كوب عصير اخر الربع بتاع حج هذا اعني واحد من اربعة لقد شرب علي عصير اكثر من عيسى لماذا اه بص معي ليه شرب اكتر منه تعال نشوف لان علي شرب ربع الكوب كيف يا استاذ بص كده الكوب ده علي اكبر من كوب عيسى وبالتالي هذا الكوب كبير جدا عن هذا وبالتالي علي شرب الربع هتقولي كيف يا استاذ هالجزئين حج عيسى هنا يعدل السود هنا او من الرسم هتلاقي علي هو الاكبر مش جرب ربع لكم كده يكون خلصنا جماعة لسؤال تقويم هنشوف هتحل ازاي وترسل الاجابات سؤال سهل وبسيط كده يكون خلصنا درس اليوم والواجب على المنصة والكتاب وانا اطلقي فيه حصص قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة